مرحبا بكم في قناة تحفة يوب بعض المواد التي طرحت فيه وأثرت جدلا واسع ليكون الحسم للشعب عبر التصويت فالشعب مجمع على ضرورة عدم الاقتراب أو مستوابته خاصة الدين واللغة والهوية لتطل علينا بعض الوجه المستفزة للمواطنين مؤخرا تزامنا وقرب هذا الاستفتاء عن الدستور متعمدين فتح موادع معينة بشكل مريب وعلى رأس هذه الأسماء المستفزة حزام وأميرا بوراوي متفننتين في استفزاز شعب الجزائري المسلم مؤخرا حيث دعا المواطنون النائب العام لتحرك فورا لوقف هذه المهازي الغريبة وتوسعت الحملة حتى لتصل إلى الرئيس سبون من أجل تحرك وعدم السكت على الاستفزازات المستمرة مطالبين إياه بتدخل وعدم الصمت فالمدعوتان أميرا بوراوي وحد حزام تسئان للإسلام والرسول في العديد من المرات دون أن تتحرك الجهات المعنية إطلاقا رغم أن تصريحتهما يدينهما القانون وتصل حتى لحبسهما لسنوات حيث تسأل المواطنون في الحبس عن عدم اعتقالهما لحد الآن متسائلين أيضا ماذا لو كانت أساءاته لوزير أو الرئيس سبون أو أي مسؤول طبعا سيتم القبض عليهم فورا وحبسهما لكن عندما تسئان للإسلام والرسول والصحابة لا حياة لمن تنادي حتى مع هذه الحملة لحد الآن التي تنصدر إن كان المسؤول سيتحركن أم يتظاهرون بالتجاهل وبالعودة لما قالته المدعوى أميرا بوراوي أولا فالأخيرة تطولت على الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم بقولها عبر حسابها مخاطبة الجزائرين والمسلمين تقول والعياد بالله رسولكم مجرد سياسي ومحارب كان يهم الناس بالذهب والشقروات وستطولت أيضا حتى على صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم بقولها أصحاب رسولكم لا هم لهم إلى الحصول على الغنائم مستخدمة كلمات منحطة في حديثها عن الصحابة الكرام حيث تستعمد أميرا بوراوي تزيف الحقائق وتضيف عليها كلمات نبيا تعبر فيها عن أخلاقها المنحطة حيث تخز الحملة مواقع التواصل الاجتماعي بتعليقات غادبة للشعب الجزائري مطالبين السلطة المعنية بتحرك فورا ضدها أما زميلتها المدعوة حد حزام فخرجت بتصريحات غريبة جدا أين طلبت هذه الأخيرة إلغاء الإسلام كليا من الدستور الجزائري ودعت حتى لتطبيع وغيرها من تصريحات التي باتت هي وكل من على شكلتها يتفننون في استفزاز شعب الجزائري المسلم بها خاصة بما أن السلطة المعنية صامتة لحد الآن والأغرب من كل هذا هو بعض القنوات التلفزيونية والجرائد التي تكرمهما أحيانا وتطلق عليهم ألقاب تلمعية خاصة حد حزام التي تصفها جهات معروفة بالمفكرة وصحبة الرأي والقيادية فمتى تتحرك الجهات المعنية؟ وهل أنتم أيضا مع حبسهم وعرضهم على المحاكمة فورا؟ هذا وفي خبر منفصل حملة ضخمة من الشعب الجزائري لإبعد وزيرة التقافة بن دودا بعد استمررها في الخارجات الغريبة والعجيبة ووصولها لمراحل وخراجات لا تصدق ومفاجأة عما حدث لأويحية وسلل في الجلسة الأخيرة البداية أولا مع وزيرة التقافة الحالية مالك بن دودا والتي لا تزال تتر الجدل منذ تعينها بهذا المنصب بسبب خرجتها الغاربة في كل مرة خاصة وكونها كانت عكس كل توقعات إذ لا تختلف نهائيا عن سابقاتها وسبقها ممن تولوا هذا المنصب بل إن بعض المواطنين أطلقوا حملة مؤخرا اعتبروها أسوأ من كل سابقاتها في وزارة التقافة خاصة بعد آخر خرج لها بإحيائها لمهرجانا تعيدون بها إلى زمن الجاهلية والشرك وأحياء خرافات غريبة وعجيبة بدلا من التعرف بالتورة الجزائر الغني والتقافات المتنوعة التي يتميز بها الشعب الجزائري حيث تركت هذه الأخيرة كل ما هو جميل في الجزائر لتمجيد خرافة ما يسمى بإله مزعوم يسمى أنظار رب الماء أي أنظار إله الماء في مشاهد مؤسفة وتبهديلة من العيار التقيل إن صح التعبير وصنعت هذه الخرجة الغريبة من الوزارة الحدث بمواقع التواصل الاجتماعي وحتى بالصحافة العربية يسجد العديد من الشبان والشباس لهذا الإله أنظار ويقومون بطقوس عبودية ويتوددون له كي ينزل عليهم الأمطار والعياد بالله وكل هذا تحت تصفيقات ومباركة الوزيرة بن دودا فمثل هكذا خرجت ونكسات لا تعتبر مهما حاولت فنا ولا تمتيلا كما أن المشاركين في الحملة اعتبروا أن هذه الخرجة إساءة وإهانة لمكانة الجزائر وتشويه طرط الجزائر أمام الدول الأخرى خاصة وأن الحفل كان رسميا وبحضور وزير الثقافة التي بركته وما أحز في قلوب الشعب الجزائري أكثر هو إحياء هذا الحفل الغريب في ولاية قسانطينة ولاية ومسقط رأس العلماء بن باديس رحمه الله هذا وأنكر العديد من المشايخ خرجت الوزيرة وأكدوا أن تلك الطقوس التي أقيمت لتجوز وجب تدخل إنهاء المهازي المتكررة منها كما أن هناك حملة وسخة شعب كبير منها أين غازت حملة موجهة لرئيس الجمهورية البون مطالبينه فيها إقالة هذه الوزيرة فورا لأنها فشلت ولم تكن في المستوى وعند التطلعات الحملة أخذت شعار نوريد إقالة وزيرة الخرافات بن دودا حيث أطلق عليها رواد مواقع التواصل الاجتماعي لقب وزيرة الخرافات وكانت المطالب من الرئيس البون بتعين وزير أو وزيرة للتقافة في المستوى يكون أو تكون تحترم مشاعر الجزائريين خاصة الجانب الديني والتقافي وصورة الجزائر أمام الدول الأخرى بإبارة صورتنا التاري والمميز ودعم الفنن المبدعين والمميزين وليس الهوث وأصحاب الفن الهابث مع العلم أنه كل سنة تقام تلك التقوص للمدعو أنزار رب الماء من طرف أصوى فئة غريبة ويدعون أنه بتلك الخرجات الشركية يحيون طرة والتقافة لهذا كانت في الحملة مطالب وقف هذه التدهور السنوية ومنعها وعدم تغطيتها وتبنيها من طرف الوزارة مع العلم أيضا أن الوزيرة بندودة ليست الشخص الوحيد الذي لم يكن في المستوى في الوزارة إذ أن هناك أيضا وزارة آخر لم يكن في المستوى ولم يقدموا أي إضافة منذ تعينهم لهذا كانت هناك بعض الإقالات في صفوف الوزارة ويبدو أنه يتوجب على الرئيس بول قيم بتعديلات أخرى في حين أن هناك بعض الوزارة الذين أبدعوا فعلا واجتهدوا في الحكومة وقدموا معاليهم رغم أنهم قليلون جدا ووجبت تحرك سريعا لكي لا يتكرر سيناريو الحكومة السابقة فما رأيكم في الوزيرة بندودة؟ وهل أنتم أيضا مع إقالتها ولماذا؟ ضمن أحدث الأخبار المحلية نهاية درامية لأويحيا وسلال مع فقدان الأمل ومصير محسوم بعد أن عششوا في السلطة لسنين والردود فعل مفاجئة وغريبة من طرف مضمية وغازي وهامل والبقية بعد الأحكام والملفات النهائية ومواجهتهم وجها لوجه البداية أولا مع أويحيا وسلال لدني حسيم مصيرهما بصفة شبه كلية فالمحسوم لحد الآن هو أنهم سيعمرون لسنين طويلة بحبسهم وتروزهما الدخمة التي جمعها طيلة فسرس حكمهما ستصبخر وفقدوا كل شيء مع مصدرسها حيث أن إجمال الأحكام على كل فرد منهما حاليا حوالي 30 سنة